اشتركوا في القناة وجرى خلال اللقاء استعراض اخر مستجدات له ضعف اليمن وتقديم الحكومة اليمنية الكثير من المرونة بغية حل الازمة اليمنية عن طريق الحوار وبما يتفق والثوابت الوطنية التي اجمع عليها الشعب اليمني وبالمقابل تعنت الميليشيا الحوثية امام جهود الحكومة ودول التحالف العربي والامم المتحدة واكد فخامة الرئيس العراقي عبدالنطيف رشيد موقف العراق الداعم لاستغرار اليمن معربا عن امله بنجاح المفاوضات بين الاطراف اليمنية وعودة الامن والسلام للبلد الشقيق اليمن محملا السفير مرمج تحياته لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومن جانبه نقل السفير مرمج تحيات فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى اخيه فخامة الرئيس العراقي عبدالنطيف رشيد متمنية للعراق مزيدا من الاستغرار والتطور والنماء ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور احمد عوض بن مبارك مع وزيرة خارجية بلقيكا حج لحبيب الجهود الرامية لتعقيق السلام في اليمن والفرص والتحديات الماثلة امام عملية السلام والدور الاوروبي والدولي المطلوب لدعم الحكومة اليمنية في استعادة الامن والاستقرار واهمية اتخاذ موقف اوروبي حازم تجاه الطهاد ميليشي الحثي للنساء وتجنيد الاطفال كما جرى خلال اللغاء الذي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للامن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك زار وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة المؤقتة عدن والتقى بأعضاء القضاء العسكري في المنطقة واكد وزير الدفاع على اهمية تفعيل المحاكم والنيابات العسكرية كونها احدى الركائز الاساسية لبناء المؤسسة العسكرية مشددا على سرعة البت في مختلف القضايا المتراكمة وفق مبدأ الثواب والعقاب وبما يساعد في عملية الضبط والربط في القوات المسلحة وتحقيق العدالة واستمع الفريق الداعري لجملة من القضايا والصعوبات والتحديات والتي تواجه رؤساء النيابات والمحاكم واكدا في هذا الصدد دعمه ومشاندة وجارة الدفاع تضيل كل الصعوبات وتوفير مختلف الاحتياجات بما يعزج من ادائها او من اداء مهامهم باستقلالية تامة بحث وزير الداخلية الواركون ابراهيم حيدان في الرياض مع القائم باعمال السفير الروسي لدى اليمن يفقيني كوادروف جهة تعاون الامن بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وخلال اللقاء ثمن وزير الداخلية الجهود المقدمة لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل لطباط وافراد وزارة الداخلية اليمنية ومواقف روسيا الداعمة للحكومة الشرعية ومن جهتي اكد القائم باعمال السفير الروسي استمرار دعم بلاده للجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة اليمن واستغرارها واستمرار التنسيق الامن والتعاون في كافة المجالات قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قال ان تحريض زعيم مليشيا الحوثي الارهابية تابع لاران عبد الملك الحوثي في كلمته لعناصره امس على الاقليات الدينية في اليمن وعلى رأسها الطائفة البهائية وتكفيرهم يؤكد مضي المليشيا بتوجيه ايراني في سياسة الاستداد في الممنهج لتلك العواطف لتلك الطوائف والطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم وضف معمر الارياني ان الاقليات الدينية ومن ضمنها البهائيين تعرضت لاستهداف وارهاب وارهاب ممنهج على يد مليشيا الحوثي منذ انقلابها تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الاسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والاخفاء والتعذيب النفسي والقسدي والنفي القصري واخضائهم لمحاكمات غير قانونية وانهب ممتلكاتهم ومصادرة مقراتهم وحذر الارياني من محاولة مليشيا الحوثي الارهابية عبر هذا الشحر والتحريض العلني لعناصرها خلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم ومن ضمنهم البهائيين الذين يمثلون جزءا لا يتجزأ منه أقرى الاجتماع الذي عقده بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدم برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية الواء السالم السقطري وبحضور وكلاء الوزارة والقطاعات المختصة ورئيس الاتحاد التعاون السمكي عمر قنديل ومستشار الوزارة علي بن شجاع ومدراء العموم والمختصين بالوزارة والقطاع السمكي أقرى عددا من الإقراءات الصارمة لمعالجة إشكالية شحة كميات الأسماك في السوق المحلية وضبط الأسعار وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الإقراءات ووضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتنفيذ القرارات والإقراءات الصادرة بهذا الشأن وفي هذا الإطار أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية الواء سالم السقطري قرارا وزاريا بوقف تصدير منتقات الأسماك والأحياء البحرية الطازية إلى خارج الراضي الجمهورية اليمنية ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية قام وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس بزيارة تفاقدية لمستشفى عدن العام بمعية مدير البرنامج السعودي لعادة وإعمار اليمن وتنمية اليمن المهندس أحمد مدخلي وطلع محافظ عدن ومرافقه خلال جولتهم التفاقدية على أرسام المستشفى ومركز القلب على سير العمل في المستشفى الذي تم إعادة تأهيله بتوين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية واستمع المحافظ من الدكتور أحمد عبد العزيز المدير العام للمستشفى إلى شرح مفصل عن سير العمل والعمليات الجراحية والتي تمت بنجاح وتزيد عن 170 عملية خصوصا عمليات القسطرة والقلب المفتوح وعبر محافظ عدن عن سعادته بهذا المنجز الطبي والصحي الكبير الذي يعد مفخرة لعدن واليمن بشكل عام وانموذجا فريدا تتسم به العلاقات الأخوية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة وقفت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مارف اجتماع لها على بستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل التطورات الميدانية واستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا واعتداءاتها الإجرامية المتكررة ووقف الاجتماع الذي ترأسه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريغ ركن الدكتور صغير بن عزيز وبحضور نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد المنطقة العسكرية الثالثة ألوى ركن منصور ثوبة ووكيل محافظة مارف دكتور عبد الرب ومفتاح وعدد من القيادات العسكرية والأمنية على الأوضاع الأمنية والجهود المبدولة لتحقيق الأمن والاستغرار في المحافظة ونقل رئيس هيئة الأركان تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكل منتسب القوات المسلحة والأمن ونوها الاجتماع بالتضحيات والبطولات النادرة التي يكترحها أبطال القوات المسلحة والأمن ومعهم رجال المقاومة الشعبية والقبائل وكل المخلصين والشرفاء في معركة التصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابي افتتح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور نزار باصهيب في العاصمة المصرية القاهرة ورشة العمل الخاصة بتهديم بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات في المحافظات المحررة والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونسيف وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتهدف الورشة إلى استعراض البيانات الخاصة بالمسح وتحليلها والتدقيق فيها والتحقق من مصداقيتها اعتمادها بشكل نهائي وذلك للاستفادة من تلك البيانات في تحديد المتطلبات والاحتياجات بالقطاعات المختلفة وأضع الخطط والبرامج المستقبلية بشأن المشاريع المستدامة في القطاعات المختلفة وأكد نائب وزير التخطيط باصهيب أهمية المسح العنقودي في تحديد الاحتياجات وأعداد الخطط المستقبلية للتنمية المستدامة نظم المنتدى العربي للفنون بالعاصمة المصرية القاهرة وبرعاية مؤسسة لايت فور ميديا بدار الأوبرا المصرية معرضا للفن ضوء بمشاركة أكثر من 70 فنانا يمنيا من الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخطة العربي والزخرفة ويستمر خمسة أيام ويشمل المعرض أعمالا فنية للفنانين دكتور أمنا النصيري وعلي الدرحاني وعبد الفتاة عبد الولي والراحل ياسين غالب في الفن التشكيلي والفنان عبد الرحمن الغابري في التصوير الفوتوغرافي وناصر النصاري وعبد الرغيم سلام في الخطة العربي والزخرفة وخلال افتتاح المعرض أوضح رئيس المنتدى العربي للفنون التشكيلية ردفان المحمدي أن المعرض يهدف إلى التعريف بجماليات الفن اليمني للجمهور المصري والعربي والمتواجد في القاهرة باليمن وإبراز الرواد الفنانين اليمنيين الذين أسهموا في تطوير الحركات الفنية خلال الأعوام الماضية انتهت نشرتنا الصباحية مشاهد الكرام نهاركم سعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة